ستين دولة كانت حاضرة في العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في مؤتمر رتبت له الولايات المتحدة بشأن الأمن في الشرق الأوسط المشاركون اتفقوا على أن إيران تشكل أكبر تهديد في المنطقة فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن النظام الإيراني أكبر ممول للإرهاب في العالم داعي حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي وأضاف أن نالية الاتحاد لتسهيل التجارة مع طهران لن تؤدي إلا إلى تقوية شوكة إيران وإضعاف الاتحاد وتباعد أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة وأمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من ستين دولة في وارسو دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ما سماه عهدا جديدا من التعاون في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستشكل أوسع تحالف دولي لمواجهة هذه التحديات وأن أحد عناصر هذا الخطر هو إيران التي تقود حملات إرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتنفذ اغتيالات في أوروبا على الجانب الآخر اعتبرت إيران على لسان وزير خارجيتها جواد ضريف أن مؤتمر وارسو ولد ميتا لكن ما يشير إلى القلق الإيراني في المؤتمر تضحه تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي الذي صدح أن أمريكا بحاجة إلى اتلاف من عشرات الدول لمواجهة طهران سياسيا وعسكريا إيران وجدت سندا من حليفتها روسيا فقد اعتبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا أن التحالف الذي ترغب واشنطن بتشكيله في هذا المؤتمر طريق خاطئ للغاية وبصرف النظر عن نجاح المؤتمر كما ترغب بذلك واشنطن وحلفاؤها سيما الذين تضرروا من سياسات إيران في المنطقة أو فشله كما توقعت صحيفة واشنطن بوست التي رأت أن المؤتمر يكشف التناقضات التي تعاني منها سياسة ترامب الخارجية فإن الأهم هو مدى الجدية الأمريكية في تحويله إلى وسيلة للحد من النفوذ الإيراني بدلا من أن يكون للاستهلاك الإعلامي أو وسيلة لابتزاز شركائها الأوروبيين والشرق أوسطيين على حد سواء